مزرعة حمام كاملة للبيع بسم الله ما شاء الله حمام لاحم حمام محترم زي ما بقى حمام الأستاذ أحمد جاء الطلب مننا صديق ان احنا نبياله الحمام بتاعه برضو دول 30 جوز او 35 جوز طبعا هوريلك للوقت الحمام كله شغال 30 او 35 جوز دول هتشوفهم هم شغالين داخل العيون مع زغليل او مع حصة او بيطارد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ازيكم وحشونة عاملين اي يا رب تكونوا بخير معكم اخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتعريبات الحمام كل عام وانتم بخير هنبدأ على طول موضوع فيديو النهاردة بس ارجوك اعمل لايك عشان الفيديو ده ينتشر ويوصل لمعظم المشاهدين تعالي على طول نشوف الحمام بسم الله ما شاء الله الحمام مع زغليل ده ما حبيباتك شايف هو الحمام متربي سايب كده معمول له عيون مبنية بالطوب كله بسم الله ما شاء الله مع زغليل اهو وهنا ما شاء الله زغليل وزغليل كمان اهو على حصة بسم الله ما شاء الله اهو بيضة هو حجم البيضة بسم الله ما شاء الله ولا حجم الفرخة ربنا يبارك ان شاء الله للبيئة والمشتري هنا هو زغليل ما شاء الله الحجم تقريبا عمري اسبوعين هنشوف كمان زغليل اكبر علشان نتأكد من الحمام ما شاء الله ربنا يبارك بسم الله ما شاء الله بنتأكد هون الرجلين مفيش فيها زفارة شكل الحمامة شكل الزغلول تمام اهو فيه كمان هو كمان يمكن بيحضن تلاتات اهو زي ما يمكن زهر عليه بيتفرج علينا في القناة شوف القناتنا احنا بنعمل تلاتات برضو بتحضن تلاتات دي ازاي هو تقول الحمامة بيضة تلاتة طيب هو بينقل البيض برضو بيدوم لو بيضة بفرداني بيحط التلات بيضات مع بعض اهو مش عايز يتكلم يعني بنتكلم بنياب عنه جمعنا هو بسم الله ما شاء الله بيبان من شكل الحمامة وهي رائدة على البيض الحمام اللحم تحت الزغليل اهو لسه عمر ايام قليلا هو حصر وزغليل اللي هياخد المجموعة لبعضها هياخدها بالحصر وزغليل طيب اهو تاخد الزغليل معاهم ان شاء الله هقولك على سهر دلوقتي بس في مجموعة تانية يا شباب برضو هنقولها ليه اهو بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك ما شاء الله اتنا بنلف اهو ما شاء الله اهو زي ما حضرتكم شايفين محصي جنب الزغليل ده دليل اللي هو لسه الزغليل صغيرة ده دليل يقول لنا ان الحمام بيلحم اهو لسه الزغليل شايفين الزغليل ولاده ده دليل ان الحمام بيلحم يا جماعة الناس اللي بتسأل الحمام بيلحم ولا لأ انا جبت لكم الدليل اهو ما فيش دليل احسن من كده بالنسبة للفخار ده بتاقلي الحمام مش شغال فيه ما انفعش للحمام البلدي ده الفخار ده هو كان عامله وكان مربي حمام بلدي فاستبدله بالعيون الكبيرة دي الحمام اللاحم مش نفع في الفخار ده الفخار ده صغير عليه هذا ما حضراتكم شايفين هي المجموعة دي فيها المجموعة دي يا جماعة عشان اللي يشوف الحجم الزغليل اللي هي الصغيرة دي دي مش للبيع الزغليل اللي هي متعلمة بخدر دي دي اللي هي بينقلها لسه الصغيرة دي ده مش للبيع الزغليل اللي هي بس تحت الاهالي هي اللي هتخدها مع الحمام لو حضرتك خد الكيمياء على بعضها واللي هياخد برضو عدد مثلا عشر تجواز هياخدهم بزغليلهم او بالحصب تعمل طيب بالنسبة للحمام الشغال لو هتخد المجموعة على بعضها هيبقى سعر الجوز ميتين وسباين ولو هتشتري فرضاني اي كمية مثلا عشر تجواز او خمستاشر او خمسة او اي مجموعة يعني هتخدها هيبقى بتلتمية وخمسين تمام وبرضو اللي عايز حاجة يكلمني وبعد كده يبقى اسيب له رقم الواتس بتاع صاحب الحمام انا ما باخدش حاجة من حد بس احنا بنحب نخدم بس الناس الناس اللي هي عايزة ربي والناس اللي عايزة بيها بسم الله ما شاء الله برضو اللي هيجي يشوف الحمام على الطبيعة هيليقي حاجة تانية باذن الله وهو زي ما حضرتكم شايفين الحمام اهو بيتطارد وكله شغال وكله معه حصى ومعه زغليل وربنا يبارك للبيئة والمشتري وتقريبا دول حوالي خمسة وعشرين جوز شباب شباب كل الاعمار يعني يعني من بداية الشباب لغاية حتى اللي فيهم حتى قص شغال هناك في الركن اهو لو شفنا اهو اشتغل اهو الركن اللي جوه ده لو دخلنا اهو هتلاقي فيهم شباب على وش شغل وشباب لسه صغير اه لو شفنا كده هتلاقي اهو شيفوا محصي اهو الحصوى اهو حتى الحصوى لسه صغيرة اني بان ان هو اول شغله يعني دول حوالي خمسة وعشرين جوز حوالي خمسة وعشرين جوز شبابات زي ما قلت لك كل الاعمار اللي هياخد الكمية على بعضها او يمكن هما ممكن يزيلوا عن خمسة وعشرين جوز اللي هياخد الكمية على بعضها هنحسيبه كلهم على بعضهم من سعر مية وستين لكن لو فرضاني او اي كمية تانية متين لو اي كمية غير الكمية على بعضها هيبقى سعر القص فيهم متين لكن طبعا هما شبابات زي ما قلت لك كل الاعمار فيه برضو يا جماعة مجموعة الفخار دي او بتسموها ايه الزلع بتسموها ايه مش عارف اللي انا موربتش فيها الفخار ده اللي هو افتكر للحمام البلدي ينفع المجموعة انا شايف قدامي حوالي سبعين واحدة وفيه قوضة تانية فيها كمان اللي عايز الفخار ده هو قال لي قول خمسة جنيه في الحتة طبعا هي بعد زيارة الاسعار هي امكان اكتر هما مش مبنين باسمانة يا جماعة هي لو تشالت كده هتتشال اه معمولة بالطين اهو بتطلع في ايدي اهو ايا مش مفيش فيها حاجة هو يعتبروا ما استعملوش هما تعملوا مع ان الحمام اللحم لكن الحمام اللحم اشتغل في الاماكن دي في الرفوف دي لكن ده للحمام البلدي اه في مجموعة تانية كمان اه في قوضة تانية هنشوف بقية الفخارات دي في القوضة التانية اه بقية الفخار اهو في القوضة التانية حوالي ستين واحدة يبقى حوالي ستين وسبعين يبقى حوالي مية وتلاتين واحدة هما يمكن يزيدوا عن كده كمان اه زي ما قلتلك الواحدة بخمسة جنيه ما شاء الله حاليتها كويسة اللي عليها ده طيل والطيل ناشي فهنشيلها كده هتطلع على طول مش محتاجة هتيجي تشيلهم حضرتك وتمشي على طول وده بقيت الفخارات اهوت ما شاء الله يعني يطلع لهم هنا في حوالي كمان خمسين واحدة يعني هنقول كلهم مثلا ميتين واحدة او يمكن يزيد عن الميتين واحدة اللي يجي ياخدهم على بعض ان شاء الله لو عجبك الفيديو عمل لايك واشترك في القناة لو ما كنتش مشترك وفعل زر الجرس علشان يوصلك بقى فيديوهاتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة